أردغان عوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاتصال تناول التشاور بشأن جهود احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل التطورات المتلاحقة على هذا الصعيد والتي تنظر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة وتوافق الرئيسان بشأن أهمية حس كافة الأطراف على الوقف الفوري للمواجهات والعنف وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من المخاطر وإزهاق الأرواح أغذى في الاعتبار ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم كما أكد رئيسان في ذات الصياق أن إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يتأتى عن طريق إتاحة الأمل والأفق السياسية وتطبيق حل الدولتين استنادا إلى المرجعيات المتعددة ومقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة كما تلقى الرئيس عبد الفتح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء حيث تم التبحث حول مستجدات التصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وما يشكله من خطورة كبيرة على حياة المدنيين وتهديدا لاستقرار المنطقة تم خلال الاتصال والتجديد على أهمية ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومساري التهديئة منعا لتدهول الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التوافق كذلك على مواصلة التشور والتنصيق بين مصر والسعودية خلال الفترة المقبلة لتأكيد رؤية العربية بشأن القضية الفلسطينية والتي تتمحور حول تحقيق التنمية الشاملة والعادلة على أساس حل الدولتين وفق مرجعيات الشرعية الدولية عفوا تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد أنطانيو جوتاريش سكرتير عام الأمم المتحدة وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول تطورات المتزاعدة للأزمة رهنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي والأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطع غزة حيث توفق سيد رئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة بشأن ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن في المنطقة وضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وحماية المدنيين من خلال إجراءات فورية لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة وإحياء عمليات السلام كما أكد رئيس السيسي على ضرورة العمل الجدي لإيجاد حل عاد للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية الصادرة بذات الشأن مع مواصلة مصر جهودها لتوفير الدعم لأي خطوات مستقبلية في هذا الصدد سرحت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى أن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفاً هو الأخطر في تاريخها وقالت المصادر في تصريحات للقاهرة الإخبارية أن هناك مخططاً واضحاً لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها وإجبارهم على تركها بتحفيزهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم وحضرت المصادر من تدعيات الأزمة الراهنة على ثوابت القضية الفلسطينية والحق الفلسطينية وأن هناك بعض الأطراف والقوى تقدم مخطط الاحتلال وتمهد له مبررات الأمر الواقع لتسكية الطروحات فاسدة تاريخياً وسياسياً سعى الاحتلال لترحيها على مدار الصراع العربي الإسرائيلية بتوطين أهالي غزة في سيناء وهو الأمر الذي تصدت له مصر وستتصدى له ورفضه الإجماع الشعبي الفلسطينية المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقرارات الجامعة العربية في سياقات مختلفة واستقر هذا الأمر في الضمير العالمي بثوابط واضحة للقضية الفلسطينية التي يتم تصفيتها الآن